بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم اسلام جابر هنتكلم مع بعض النهاردة في موضوع لون الهرض يا طرى واني بشتري الهرض هشتري اي لون ولا كل لون لمعناه ده لنقدر نفهمه النهاردة ان شاء الله اولا اللي مال السوق المصريه الوقتي هتلاقي الهارد الوسترن ديشتال الهارد الوسترن ديشتال ده وانت بتشتري هتلاقي خمس الوان هتلاقي الاسود هتلاقي الازرق هتلاقي الاحمر هتلاقي الاخضر هتلاقي البنفسيجي هنفهم مع بعض النهاردة الالوان دي بتفرق اي عن التاني الهارد الاسود او البلاك بيتميز بخاصية اسمها خاصية الديوال بروسيسور الخاصية دي بتخلي اداءه عالي وسرعة النقل عالية الهارد الاسود بيستخدم في ايه؟ الهارد الاسود بيشتغل كاساسي في الجهاز عشان ثباته في التشغيل والسرعة العالية وهو الافضل لمحب الالعاب ومصممي الجرافيك وممتاز جدا في عملية الاقلاع اللي هي البوتينج رقم اثنين الهارد الازرق الهارد الازرق من ناحية الكفاءة والسرعة والقوة هو اقل من الهارد الاسود لكن هو المفضل للمستخدمين لانه بيديني اللي انا عايزه بسعر اقل بس بالنسبة لمصممي البرامج ومحب الالعاب هيشتغل معهم بس بش بنفس كفاءة الهارد الاسود رقم ثلاثة الهارد الجرين او الهارد الاخضر الهارد الاخضر ده اداء للتخزين او كهارد سانوي لكن مش هارد اساسي ينزع عليه نسخة ويندوز لانه عمر الافتراضي قليل ابطأ من الهارد الاسود وابطأ من الهارد الازرق الكفاءة بتاعته مش عالية فهو لا يصلح الا ان يكون تخزين فقط يا جماعة الهارد الاخضر ما يصلحش الا ان يكون تخزين فقط هتقول لي انا هنزع نسخة ويندوز وهيشتغل معاك الاداء سيء النسخة مفيس ثبات فيها الاداء مش عالي الهارد الاحمر او الرد هو هارد غير منتشر لانه في الكفاءة والاداء زيه زي الهارد الاخضر لكن اللي بيميزه ان معمول خصيصا للسيرفرات لانه بيستحمل العمل بلا القطاع الهارد البنفسيجي الهارد البنفسيجي بتحمل العمل لفترات طويلة وبيستحمل درجات الحرارة عالية وفيه خاصية اسمها خاصية الالفريم الالفريم دي وظيفتها تقليل تقطيع الفيديو وهو الافضل والانسب لكاميرات المرأبة وجس المرأبة كده يا جماعة خلطنا شرح الخمس الوان يريد تكونوا استفدتم معنا النهاردة ان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو قادم باذن الله السلام عليكم